اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج اشتركوا في القناة 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 اذا بدك جديدة بحياتك المهنية حكينا شوي عن هالنقلة اول ما جيت من دوباي انا كنت قبل غني بدوباي اول ما جيت على لبنان بسنة 2018 عبر الشخص الصديق حبيب القلب ايميل بربري صاحب شركة طايجا بالألفام وثمانتاش هي كانت هايدي الشركة تنتج لقلي الأعمال الفنية وكنت غني بالطايجا كلوب وبي اكتر بالمحل بس كان معروف ماهر من وقت الى هلأ مطرب الوان من شو مطرب الصهر المأخر يعني من بعد الساعة تنتين بالليل تلاتة بالليل كنت معروف بهايدي الهوية لقيت قدامي فرصة من بعد ما تم إنتاج اكتر من العمل لقلي محبة الناس كبرت حفلاتي كمان زادت بلبنان برات لبنان لقيت قدامي فرصة انه هالهوية اللي انا عم بطباعة عند الناس تكبر هالهوية تصير احلى واحلى واحلى حبيت ببصيرة الفنية اخد هيدا الخطوة تأشيل فكرة ماهر الوان من شو من فكرة الناس بدي يقول العالم ماهر مطرب المسرح ماهر على المسرح بيغني معه فرقة موسيقية فوق العشرين شخص شو نقصنا؟ يعني هو اذا بدك متل افداد بس هل حفلات الافتر متل ما سميتها انت بالفيديوز طبعك هل هي بتقلل من لا هي من ناحية التعب يعني انا وصلت لما طرح كنت قابل سنت الماضي او الصيفية القطعي يعني انت تخيلي معي كنت روح اعمل عرص خلص عرص روح اعمل ايفانت خلص ايفانت كفي على الافتر طب تلاقي حفلات ورا بعض وفي حفلات بتكون خلال الاسبوع بين لبنان وبرات لبنان اخر شي هيدا بصير فيه تعب متعب اكيد متعب لصوتي لجسدي وبنفس الوقت انا صار عندي عائلة حاليا اوكي فالعائلة بتاخد كمان من وقتك صح فمن ضغط الشغل وبنتحضيري للأعمال الفنية اقررت اخد هيدا الخطوة وامشي بخط ما بيشبه حدا عندك هلأ ادارة مستلمة هيدا لنقلة اكيد ادارة شديدة او ادارة كل حدا له وظيفته اوكي انت خريج هندس بالاساس نظر كيف نقلت اشتركوا في القناة 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 كيف لازم تقديها أول شيء بالستوديو تطلع بالصورة المزبوطة باللحن وبنفس الوقت قبل ما يتم إصدارها بكتتخياليها بالكليب إذا بكتنجيه لكليب أو كيف بكتقديها على المسرح يعني إذا تجي تجمع الأغاني بلى أصل طب غير ألم الحمراء وغير غير أكشب جاي ألم الحمراء جاي بالنص هيده ستايل هيده ستايل بس ألم الحمراء أخذت نفس رهج أيوة هون صرنا على قصة الزوء طب مش أنت اليوم هلأ لبسي أخضر وأسود بكرة يمكن يطلع بيلك تلبسي أخضر وأبيض هون صرنا بقصة الزوء كل شيء بوقته حلو بلى أصل ضربت وعملت هت والعالم كلا كتير ناس حبتها في فئة معينة حبتها لا شك إنه نسب كتير كبيري لو ما هيك ما عملت نقلة نوعية بأغانية بس ألم الحمراء كمان ألم الحمراء المتبعة الرأس الغمج الدلع الصهر قداش تغلت بالحفلات قداش تغلت بالأعراس هيدا اللي بهمني أنا أنا بشوف الغنية قبل ما يتم إصدارها يا بأمن فيها يا لأ هيدا اللي خليك تلجأ لكتبة يعني تغني بس من كتبتك وألحانها بالعكس أنا هلأ عندي بالصيفية بالمبدأ بآخر الصيف ناس الأغنية مش من كلماتهم مش من ألحاني الأغنية بتعيط لك ذات سوى أنا كلمة هيك مش كل مروحن شاعر أو ملحن بيعجبني أي شيء بتخيلها بشوفها بالنهاية خبرة المتوضعة من الكتابة لللحن أنا بيعزف بالبيت عندي خبرة على المسرح صرت بعرف هالأغنية يا خي بتضرب معك العالم بتحبها بل يصير في تفاوعة بينك وبين الناس ولا لا في كتير أغانية متو بيقولوا جرائط يعني بس عب بتفكر أنت تكتب وتلحن وتعطي فنان آخر صارت عملتها قدمت كمان عمل لأحد الفنانين وفي حدا كمان عم يطلب هيدا الشيء بس بنفس الوقت ما بدي كتر من هيدا الموضوع لأن ما بدي أخذ هيدا الصفة إنه ماهر الشاعر أو ملحن لا ماهر فيك تقول الفنان متكامل أوكي بس أنت بتفضل إنه صفتك الأساسية تكون الفنان أكيد برأيك غيرك ما قدر يوصل يعني لما أنت بدك تكتب وبتلحن بتوصل الأحساس معين برأيك أنه صعب أنه توصل لها الأحساس من غير شاعر أو غير ملحن أو غير يعني لهيك أنت اشتركوا في القناة 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 لا 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 خليلك يعبد فكر تكتب لغنية لعلع لا لا رات يعني إن شاء الله بس يصير عمري هيك كأول سنة هعمل لغنية شو عبد حدر جديد؟ آخر جديد من بعد عندي هلأ تورع على كندا بعد عيد الفطر طالع عندي ست حفلات بكندا برجع بـ 15-5 وراح تنزل أغنية بشهر 5 لقلي من كلماتي من الحانة فيديو كليب مع المخرج الصديق في هذه الحداد بتكون أغني فرح رأس موسم الصيفية والأعراس هتكون ترند وأغني كتير قويلة الصيفية قلت اللي محضر شي كمه مش من كلامك مزود هتكون الأغني التاني الأغنية هتكون من الشاعر مازن ظاهر الحان فضل سنيمان توزيع وتسجيل ماجد ظاهر أغنية كتير كتير مثل بقوله تقيلة تقيلة بالمحتوى بالكلام بالستايل لونة كتير شي حلو مختلف عن الإشارة ولا مرة مغنيه من قبل فبدي يكون عملك كتير كبير وممكن يتم تصويره مش بالبناء بدنا شي حسرة لصوشال تراند من بعد غنيت غيرك شاب كان في عمل مع المخرج فادي حداد عمل كتير كبير وصعب كنت عم بلبس شخصيتين شخصية العقل شخصية القلب تفاجأ فادي إنو أنا كيف قدر قدي الاثنان العقل يلي هو عم بيوعي للقلب القلب كتير كان حزين كان كتير منه متفائل العقل كان عقله فيه وعم بيقله عام الكومة اللي انت فيت فيه حبت غيرك شاب نتزعلي قلب فالأداء بهيدا الفيديو كليب بالتمثيل كان كتير صعب وكان كتير حلو بنفس الوقت لأن أنا يمكن كتبتها أنا لحنتها حسيت بالكلام مظبوط وعرف شو لازم قدي مع أنه كنت أول تجربة التمثيل لإلي بهيدا الموضوع لدراما عملنا الفيديو كليب وخلصنا بعد فترة مش أسبوعين تم التواصل معنا من قبل شركة إنتاج شركة إنتاج للتمثيل وقريبا عنا جلسة إذا الله وفا يعني نعرض عليك دور تمثيل حتى تشيب لا فيه دور تمثيل كمان حلو ودور كبير بس رح يتم تصويره بآخر الصيف نحكى معك يعني نحكى معنا بهذا الموضوع بعدنا عم يقوله مثل يعني مثل يعني نقرأ الوراء فالموضوع رايح كتير لجدية وإن شاء الله رح يكون في تجربة أكتر أكتر تخصير خبرنا هيك بيشبهك الدور بيشبهك الشيء هو كمسلسل كله على بعضه أنا حبيته مع أنه أنا لا دير استمثيل ولا ولا أنه ديرسع أمخرج منها صارت كل شيء بتحسه بتقدر إذا شفت حالك إذا أنت بتشوفي حالك بكادر معين بمجال معين أنا بشوف منه غلط أني كتجربي بالعكس جود لك معهر وإن شاء الله دايما بتقدمت دايم بدنا نختم حلقتنا اليوم كمانا من غنية مننا هيك غنية ونختم فيها حلقتنا وملتقنا أسبوع الجهة يا دنيا ما في عدل الحبيت وحب قتل غدر فيه وبك عيني وطلع بالا أصل يا دنيا ما في عدل الحبيت وحب قتل غدر فيه وبك عيني وطلع بالا أصل حبت غيرك شاب لا تزعل يا قلب ألف مرة قلت لك ما في عدل بالحب أنا حبت غيرك شاب لا تزعل يا قلب ألف مرة قلت لك ما في عدل بالحب حبت غيرك شاب لا تزعل يا قلب ألف مرة قلت لك ما في عدل بالحب حبت غيرك شاب لا تزعل يا قال ألف مرة قلت لك ما في حدل بالحب اشتركوا في القناة